أصدر حزب الله اللبناني بيانات مفصلة قال فيها إنه استهدف مواقع إسرائيلية متعددة ردا على اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات الجنوبية قال الحزب إنه قصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي صاروخي تابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا برشقات من صواريخ الكاتيوشا كما قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصواريخ الكاتيوشا ومقر لواء المدرعات التابع للفرقة السادسة والثلاثين في ثكنة العليقة بالصواريخ الكاتيوشا حزب الله وفي بياناته شار إلى أنه استهدف نقطة تموضع للجيش الإسرائيلي في موقع المطلة بصاروخ الموجه حقق فيه إصابة مباشرة كما نفذ الحزب عمليات متعددة أصابت أيضا مقر قيادة فرقة الجولان في نفح ومقر قيادة الجمع الحربي في ثكنة يردن وثكنة يواف بصواريخ الكاتيوشا أيضا